ست المواطن البابي المهما يقدم له من خدمات هي قليلة بحقه حقيقة تقال يعني المواطن بصورة عامة المواطن العراقي هو مواطن للأسف يعني مرت عليه الويلات الويلات فالواقع الصحي ذكرت الحضرتك كبنة تحتية موجودة كوادر راقية ولكن هو الخلل بعدم توفر المستلزمات أبسط يعني أقدر أقولك أبسط المستلزمات الصحية ما موجودة يعني أغلب الأحيان الكانونة اللي يحتاجها أي مريض عنده مراجعة أي قسم طوارئ أغلب الأحيان تكون ما موجودة فيضطر المواطن يشتريها من الخارج كذلك العمليات قبل لا ينقطع الاتصال وبقتها مثلك المريض اللي يريد يسوي عملية يجب يشتري كل الاحتياجات يشتريها منين يشتريها يشتريها من الصيدليات اللي انتشرت بكثرة حول محيط المستشفيات بصورة عامة يعني اليوم أي مستشفى تلقين اثنين أو ثلاث مستشفيات أو أكثر وتتوفر بها كل الاحتياجات ولكن يا ترى وتم بحث هاي الصيدليات المنعاديتها راح هنا تكون الطامة الكبرى أغلبها راح تكون لجهات متنفذة يعني أغلبية الجهات سياسية بواجهات طبية للأسف يعني فيضطر المواطن يعني يشتري كل شيء وهنا تكون الإنسان البسيط يعني وين ينطوشها يعني الإنسان اليوم اللي يريد يسوي عملية وما عنده إمكانية فلذلك صدقيني يعني واقع يعني مأساوي راح تمر عايبي وتمر بالكثير من العوائل يعني من تجيل الشغلة الثانية جشع جشع بعض الأطباء حتى بالعيادات يعني اللي لاحظته شخصيا أنا أكثر من مرة دققت به مريض مني يروح يعني إذا فلونزا بسيطة يمكن تنتيه بفلاوت قيمته ألف دينار راح الطبيب ينطيه علاج قيمة 25-30 ألف دينار ترجمة نانسي قنقر